في حزبة لان اعتقد النحة التانية غانا وموزنبيك مش اغلص تعادل لو انت تعادلت هيبقى عندك ثلاث نقط بتنتظر بقى من نتيجة غانا وموزنبيك اي حد يكسب فيهم يعدي اه اي حد يكسب خلاص الموضوع انتهى لكن تنتظر تعادلهم بقى لأ حاجة يعني انت تبقى صعبة ها داخل في حزبة يعني مش اه لا يعني ممكن غانا تكسب موزنبيك وهفكرة غانا تكسب موزنبيك بسهولة يعني احنا منتخب مصر منتخب مصر هو احنا اللي عملنا في نفسنا اللي كان لبلك غانا لو كسبت تكسبت انت كله صعد كله صعد بس تصعد ايه بقى مركز ايه اهيا الهدف لها منتصعد احمد بقى لا اهدفش منت برضو هتصعد بس اكبت خلينا نقول ان منتخب مصر احنا اه خرجنا من دول 16 زي المجموعات بالنسبة لنا لان احنا منتخب دايما يلعب على البطولة فالعب كرة وهاجم وما تخافش وخلي دايما الفاين الهدف قدامك لان غير كده يعني منتخب مصر لو خرج من دول التواني هتلاقي ناس علينا هي نفس اله احمد لو لا قدر لا لا قدر لا منتخبنا خرج يعني التعامل مع المدير الفايني زي خصوصا انه هو في بعض الحديث قالك هو جاي لكأس العالم بس يعني الوصول لكأس العالم هو الاهداف الرئاسية بالنسبة ليه اه اه فيتوريا خلينا اقولك حاجة يعني بشوف ان هيك اتشر يعني احنا بنقول بلا قدر انا بشوف ان هو لو اخفق او طلع من دول دا لازم يمشي اول حاجة راتب عليه جدا تاني حاجة وده الاهم ان هو انا مشوفتش فرق كبير اه بس عارف وسجل دي برضا كاتو محمد انا بقولك المنتخب دا بالسوق دا هيوصل كأس العالم لا هو الوصول لكأس العالم هو اسهل مما مضى خلاص ما هو بيقولك هو دا هدفي اه يعني ويقولك هدفي خلاص هو لو وصل كأس العالم هو نجح اللي هو يعني بالعربي كده انتو طالبين مني حاجة انا حقته انا مش جاي اخذ بطولة افريقيا ولكن في نفس الوقت انا هلعب هوصل كأس العالم توصل كأس العالم بقى تخفق تنجح دي حاجة تانية فدي حاجة الحاجة التانية احنا عندنا مشكلة كبيرة يا كابتل محمد مش عارف هتوفقني فيه او لا احنا مع كل بطولة بنخرج فيها بنقول لا احنا فرصة ولازم نقف ع رجلينا ونشوف ايه اللي هو نقصنا والجمهور يدخل وكرة تتعدل وطرق اللي هي بتتغير والحكام تبقى مش عارف ايه وكل مع كل خروج نفس الكلام ونفس روجيتة العلاج اللي احنا بنقولها كل مرة ما بتحققش حاجة هو اصل بتتنفذ خلاص ما هي دي انت بتقولي هنمشي المدرب انا بسألك بتتنفذ انا بالنسبة لا بتتنفذ للأسف يعني ده سؤال مش لا لا ما اقولك دي الحاجة كوميديا مع كل خروج لا لازم نقعد مع نفسنا ولازم اتحاد الكرة يعمل ثوابت ولازم الاندية مش عارف ايه ونعمل دور قوي عشان يبقى النهاردة انت بتكلم لو نادي الاهلي كنت بتكلم معك في فاصل لو نادي الاهلي مش موجود اخر عشر سنين في افريقيا لا احنا مفيش تواجد خلص لمصر يعني الاندية بتاعتنا حتى في الدور حتى منتخبات الناشئين اعتقد برضو نفس الكلام لا انا بقولك حتى الاندية اللي هي في يعني النادي الزمالك لعب 2019 انا متذكر فينال احنا غير كده مفيش حاجة كابتل دور قوي عبطال افريقيا لو النادي الاهلي مش موجود في ايه لا احنا مصر مش موجودة ودي حاجة كان الاسماعيلي مثلا زمال يلعب فينال الاهلي يخش الزمالك مربوض يخسر بطولة حتى كان زمال الانبي وحرص الحدود كانوا يبلعبوا بيوصلوا ممكن بيرامدز دلوقتي عامل استعادك مودر وفيتش دلوقتي بيرامدز موجودين تمام بس مش بالقوة اللي احنا كنا فيها زمانك تمام يعني للأسف احنا مع كل خروج واخفاق نقول لا اه لازم بقى في دور قوي لازم الاندية الجمهرية لازم الجمهور يدخل لازم مش عارف ايه وما فيش حاجة بتاعمل الناس التانية شغالة في منطقة تانية خالص لا لا هم ما شايفين فكرة وتخطيط من ناحية تانية خالص احنا مش احنا مش شايفينها اوحاش حاجة ممكن تكون بتشوفها احمد في في الكلام اللي انت بتقوله ده ان احنا ايه اللي ما بننفذوش والناس دي بتنفذو طيب لا اهوة كل حاجة كابتن من اول يعني نقاس في البول حاجة زكاة طبعا من اول تنظيم المباريات وموعيد المسابقات وكل الكلام ده الحاد الكرة هي بتخلوا الشبكة النهاردة اللعيبة لازم اول حاجة لازم اول حاجة اي حرس مرمى ما يصد كرة كويسة ما يقعش يتعليك خمس دقائق ده اول حاجة عشان نبدأ النهاردة احنا نحرس المرمى يصد كرة يقع لعيب يبقى في كرة احنا عايزين كرة تبقى اسرعة تمشي ده اول حاجة تاني حاجة الان ده الجمهيرية كابتن محمد لازم عدد الجمهور يخرج تاني زي زمان بمعنى انت عندك نص لعيبة المنتخب اللي بتلعب النهاردة يعني اما يجي نقول التشكيل مثلا واحد زي محمد حمدي باكلفت منتخب مصر واحد زي عمر كمال باكلفت منتخب مصر الناس ده ملعبتش بكده في جمهور بيشجعهم او جمهور ضدهم بلعبوا الفين مشجع و الف مشجع فهتيجي تقولي هو ده سبب لا ده سبب مهم جدا انه لما بيلعب قدام فرق زي دي وجمهور زي دي بقى عنده رهبة فهي كابتن هي سلسلة لا هي سلسلة يعني ما اسكف بعضها من دوري قوي انا شايف التحكيم تحسر في فترة اخيرة تضيع الوقت من حراس المرمى اللي بتصده كرة اتعاد او اول ماتش خلاص احنا مفروض احنا دلوقتي في 2024 محتاجين الفرق كلها تلعب يعني برضو دي بتبقى نظام فرق يعني انهو بضيع وقت عشان اكسب مثلا انك الامور الخاصة باكتشاف المواهب مدربين جدد كوادر جديدة انت بتقولي ان في عندنا لعبة كويسة وبتقول منتخبنا ده قادر انهو يعمل شكل مختلف غير الشكل احنا بنشوف قادر طبعا وزود برضو على موضوع التطور ان في مدربين كتيرة جدا طلعوا كوادر كتيرة جدا نجحة احنا عايزين بقى ننسى ان كاتب محمد فريق وكابتل احمد سامير ده يمشي من هنا ده يمسك هنا تلاقي ده فشل ففريق بينفس على الهبوت يروح يمسك فريق تاني بينفس على الدوري او بينفس على مربع الزهبي انا مش عارف الناس وللأسف للأسف حاجة زي كده طبعا وكلاء اللاعبين في مصر ليهم دور كبير جدا 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 في بوازان الدوري مصري نهاردة كانت